أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدرة عبدالعاصي الأهمية القصوى التي توليها الوزارة للارتقاء بجودة وسرعة الخدمات القنصلية المقدمة للجاليات المصرية في الخارج تنفيذا لتوجهات رئاسية في هذا الصدد وخلال اكتماعه بقيادات الوزر المعنيين بالشؤون القنصلية وتكنولوجيا المعلومات أكد وزير الخارجية أن قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة السابقة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج لوزارة الخارجية يهدف إلى تعزيز وتطوير واتيرة التواصل المباشر وتقديم الخدمات القنصلية للجالية المصرية في الخارج من خلال السفرات والبعثات المصرية في دول الاعتماد فضلاً عن الارتقاء بجودة تلك الخدمات وتيسيرها مشدداً على قيامه بأصدار تكلفات فورية إلى السفراء ورؤساء البعثات المصرية في الخارج بتعزيز التواصل المستمر والدوري مع الجالية المصرية في مختلف دول العالم وتلبية لمطالبهم والعمل على ربطهم بوطنهم الأم